الناس اللي محتاجة فعل الخير والناس اللي حابين يديروا الخير عنوانكم واحد وفعلوا الخير الآن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة والأخوات أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورغم مرور بعض الأيام ولكن لا يمكن لا يمكن لأي جزائر أو جزائرية وخاصة علماء الجزائر ودعاتها وأئمتها وطلبتها لا يمكنهم أن يفوتوا هذه المناسبة الأليمة التي ألمت بشعبنا بفقدان أحد كبار علماء هذه البلدة شيخ محمد شيخ محمد آية علجة رحمة الله تبارك وتعالى عليه ذكرني به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر في كل سنة تنطفئ شمع من هؤلاء العلماء الذين ورثوا العلم وورثوا القرآن الكريم وورثوا الصلاح يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء فكلما مات عالم فهو انكماش وانقباض لهذا العلم فهذا الرجل المجاهد 106 أو 107 سنوات 106 سنوات شي عاش مجاهدا تخرج على يديه علماء كثر وخاصة من هؤلاء تخرج المجاهدون الذين حملوا السلاحة في صدر المستدمر حملوا السلاحة في سبيل أن تحيي الجزائر تحت مآذنها وتحت صيحة الله أكبر وتحت راية الاستقلال والحرية رحمك الله شيخنا الحبيب وطيب الله ثراك ووصلت هذا الجهاد من زاويتك وزاوية أبيك الذي حفظك كتاب ربنا تبارك وتعالى وعندما نسمع الزاوية هذه الزاوية الحقيقية التي تخرج العلماء المجاهدين وتخرج الصالحين المصلحين وتخرج الذين يثبتون على الخط ولا يميلون يمنة ولا شملة ثابت على حب الوطن ثابت على حب المرجعية الوطنية ثابت على نشر الخير والتسامح والحب تبسمتك لا يمكن أن ينساها أحد في هيئة إثبات الهلال أو في نجلة الفتوى أو ذاك الجلوس بذاك الوجه المنير وتلك اللحية البيضاء التي تعبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك النظرة الثاقبة ولكن من ورائها حنان وحب وتسامح وتجميع لجميع هيئات وشرائح المجتمع الجزائري حتى تفرقت جماعات وكان هو الشيخ سحنوني رحمة الله عليه من الذين يجمعون صف المسلمين فرحمك الله وطيب الله ثراك يا شيخنا الفاضل المبارك ولقد مت ولكن أثرك لا يزال باق جزاك الله عنه وعن كل جزائر خير لما قدمته في ثورة المباركة كنت قاضيا شرعيا وكنت ممن أفتو حتى بعدم إعدام الحركة أنذاك وهذا فيه فطمة وفيه جرأة وفيه فقه عميق فقه عميق لكي يجمع الشمل ويستدرج أو يسترجع حتى الذي غواه الشيطان هذا قلبك طيب وهذا فقهك العميق وهذا إخلاصك الدقيق فرحمك الله وطيبك فراك شيخ محمد أي تعلجت لقد ذهبت إلى مثواك الأخير ولكن لا بد أن نعلم بأن هناك العشرات والمئات ممن سيخلفونك ويسرون على دربك ويختفون أثرك مدافعين عن ثوابت الأمة وعن هويتها وناشرين للعلم الشرعي وناشرين لكتاب ربنا تبارك وتعالى ولكن مع هذا للأسف الشديد وجدنا من بني جلدتك ومن من يعمرون مساجد الله تبارك وتعالى ممن تشف فيك كما يتشف في أعظم علماء الأمة من الجزائر أو من خارجها قالوا هذا على الشيخ أبو عبد السلام وقالوا من قبله على الشيخ القرضاوي ويقولون على الشيخ النبوسي عندما كان يريد أن يزور الجزائر وقالوا على الشيخ عمر وغيره هؤلاء نسأل الله أن يهديهم صنعتهم المخابر صنعتهم المخابر ليضربوا الأمة بخنجر في ظهرها وليفرقوا الأمة هذا أشعري وهذا كذا وهذا كذا وهذا قبوري وهذا كلها دعوات لتفرقه ولكن سمحتكم التي أظهرت لهم أو التي أسكنت في قلوبهم ما لا يرجون وبيننا وبينهم الجنائز فرحمك الله وجزا الله كل من قدم العزاء لهذا الشهيد العلم لهذا الرجل المبارك شعبا وحكومة ورئيسا وكل الشعب الجزائري وهؤلاء الذين دائما يريدون أن يفرقوا هذه الأمة وأن يشتتوها ويجعلوها شيعا نقول لهم هداكم الله ولكن الله عز وجل قد فضحكم وسيفضحكم أكثر ولن تكون لكم قدم راسخة في وسط هذا الشعب الذي يدين بالإسلام ويستنبه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع يعني هدية أو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وعضاه الله يجمع الشمل أسرة الشيخ عظم الله أجركم وغفر لميتكم وأحسن عزاءكم وجعله الله عز وجل في روضة من رياض الجنة طلاب العلم اقتفوا أثره وسيروا على نهجه وكونوا مجمعين لمفرقين ودعاة لقضات ورحماء غير يعني قاسين القلب بعون الله تبارك وتعالى إذن إن شاء الله وفعلوا خيرها كذلك يعني في قلب هذا الحدث وبعد هذا الجنجل أبقوا معي ونا رايح نتقى معاكم واقف إن شاء الله باش نقدموا يعني مجموعة من الخيرات من يعني في ركن سقيا الماء لنتابع وخاصة باش يتابعوا أخوتاتي واخوتي وممي ماتي وعجايزي يعني كل الذين يعني شيدوا وحفروا هذه الأبار صدقة جارية على من يحبون من أمواتهم بعني ولي تبارك وتعالى فلا تبتعدوا كثيرا إن شاء الله بعد هذا الجنجل نعود مرحبا بكم مرة أخرى اليوم رأني حاب كامل ميماتي وحباباتي العجايز اللي رأكم درتوا أبار وحتى المحسين الآخرين اللي درتوا أبار تكونوا معايا بيعوني الله تبارك وتعالى وتابعوا ليجون خلوا لهم البلاس في الصالون يريح ويتفرجوا خلوا لهم البلاس لأن اليوم مهم بزاف فأني بغي كل واحد يشوف البيرتاعة بيعوني الله تبارك وتعالى قبل ما نشوفوا هات سلسة الأبار اللي اقتعرفوا بالإحسانكم كان أسرع منا فبالتالي ما قدرناش كل خطرة كل حصة بير زوج غلبتونا والأعداد تعل الأبار فاقت تصورنا نحجرولكم أو الليمولكم كل هذه الأبار في هذا القرافيك إن شاء الله وتشوفوه واحد بواحد بيعوني الله تبارك وتعالى فتبعوا معايا عدنا طبعا المشاريع التيعنا التعسقية الماء رايحين أولا عدنا هذه في ولاية البويرة في ولاية البويرة وحدها درنا خمسة تاع الأبار هذه طبعا باش تعرفوا كما احنا دايما نصادقين معكم هذه الأبار مش احنا اللي حفرناها كانت موجودة هذه الأبار و احنا تفهمنا مع المحسنين على ذلك البرنامج واش دار يعني بعد التنظيف خرج يعني داروا يعني كل لوازم ليتخرج الماء وداروا الخزان تاع الماء وداروا توتوني انستالسيون يعني قامل لوازم باش يوزعوا الماء على هذه اللي غادي تشوفوها إن شاء الله فيها ربعة تاع المدارس وفيه مسجد بيعوني الله تبارك وتعالى والناس فرحت كثير لأن المهنة كانوا الناس يشرووا بالستيرنات وايام واسابيع مرات وما يلحقش الماء وخاصة عن طلاب العلم اللي هما التلاميذ التوعنا إذن عدنا البئر الأول هذا اللي دارته المحسنة زهرة من وهرن طبعا هي محسنة وفية لكافي اليتيم كانت طبعا جي عدنا الكافي اليتيم دايما وما على بال هاش واش نديره في البرنامج واحد النهار سمعت يا هادروا اللي بنات في البيرو على الآبار ما الآبار وهي كانت تتمنى تدير بير فوجدت هذه الأخت هذه المهمة الكريمة مشات بتجري للدار قدت قاعد ذهب التاحة باعته وقالت لازم ندير بير بيعوني ليه تبارك وتعالى فكان هذا البير في ولاية البويرة طبعا هو البير رقم 109 المحسنة الزهرة صدق عليها وعلى أولادها الحاجة الزهرة لكي معايا شوفي معايا البير تاعك تفضلي تبعيه ترجمة نانسي قنقر أولنا قبل كل شي نشكر برنامج وفعال الخير الشكر الجزيل ثانيا نشكر الجمعيات الفاعلة التي تبدل مجهودا كبيرا في توصيل أمانات المحسنين إلى مستحقها وإلى أماكنها ثالثا نشكر المحسنين الذين هم القوة الفاعلة أو محرك هذه الأعمال الخيرية من هذا المكان نرسل رسالة إلى المحسنين وبالأخص هذه المحسنة بالذات زهرة التي نتمنى أو ندعو لها من صميم القلب أن تكون زهرة في الجنة إن شاء الله أن هذه السدقة قلها أبشري إنها في مكانها المناسب أنا من المنطقة هذه والمكان نشتوقها نشكركم شكرا جزير عن الناس اللي ساهموا في هذا الماء للناس اللي جي عاقب يشرب بالسبيل كنا العيساني جي عاقب من هنا ما يلقاش قطرة التعمة بايشربها نشكر الناس اللي ساهموا فيه أكبر شكر لها أربي زاجهم بكل خير نشكر المحسنة هذه زهرة صدقة عليها وعلى أولادها هذا المشروع رقم 5 تع سقية الماء بولاية البويرة هذا المشروع رقم 5 درنا خزان مياه بسعة 14 ألف لتر يمو للمدرسة يمو للمطعم كما قال الأخونا أكرمكم الله المراحل ودرنا هذي تعابر السبيل تع القرية هذي أمقاي يقولوا بلي مكانش الماء ندرك الحمد لله رانا درنا لهم كما نعودون جدون نقولوا المحسنة بارك الله فيك والأمانة تعقري في بلاستها ونزيدون نقولوا البرنامج وفعلوا الخير هذا المشروع رقم 5 بولاية البويرة الحمد لله رانا دشنه اليوم كما قال أخونا قبيلا إن شاء الله نطلبوا من أهل القرية يحافظوا على المكسب هذا لأنه في الفيضة التحمل هما أول وآخرا إذن شكرا لك الزهرة الوهرانية ربي يبارك لك وخاصة أني قدرتي هذي البير في البويرة وراك يديري في بير ثاني في تمرسط رايحي نشوفوه إن شاء الله تبارك وتعالى في الأيام القليلة القادمة نقولتنا الطلبون لي ربي بالحاجة اللي ره في قلبي ونقول لك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أعطي كل ما ره في قلب أختنا الظهرة إن شاء الله يحق أهلها ويرحم موتها ويشفي مرضاها ويرحمها وعليها وهذا خاصة عليها وعلى وليداتها نصال الله تبارك وتعالى تقبل لذلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عدنا كذلك في نفس الولاية ليه ولاية البويرة بئر آخر كذلك عنده علاقة بالتلاميذ والطلبة اللي كانوا مساكن عدشانين وكانوا لاقين حتى يمرضوا يعني كاين ولدات اللي مرضوا دوروا ليباتيتساي يعني من خلال هذاك الصداة على السيتيرنات والعلاق والمشاكل واليوم لله الحمد والمين بفضلك أنت أياتها المحسنة أو كاين عدنا محسنتين واحدة من بومرداس والأخرى من يعني من بويرة يعني نبدو بالولا اللي هي أختي المحسنة من بومرداس دارت صدقة عليها وعلى والدها وعدنا كذلك المحسنة الثانية صليع الجوهر من البويرة طبعاً اللولا كانت متابعة دامن هذول يديروا شكوهما اليوم يتابعوا على البرنامج فربي جزيها كل خير تقول حبها لوالدها حبها البابها هو اللي خليها تفكر باش تدير عليه صدقة جارية شوفوا شوفوا البرت على الوالدين وين يروح فاتفح لي إنجاز هذا المشروع صدقة للوالد رحمة الله تبارك وتعالى عليه تقول يا فيزيزي يطلب لي واش تحب واش نقول لك أولاً أسأل الله أن تكون هذه صدقة جارية إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى على هذا الوالد ثانياً أسأل الله العلي القدير أن يسكناك فسيح الجنات مع السيد الخلقي محمد عليه الصلاة والسلام وتلتقي بالوالد ويقول لك آه يا بنتي شعر جبتي لي خير وشعر جبتي لي صداقات وشعر جبتي لي حسنات لما درتي ذلك المياه اللي كان يشربوا فيها في هذا المدرسة أولاد البويرة رحمة الله تبارك وتعالى عليه معنا كذلك في نفس البئر المحسنة صليع الجوهر من البويرة طبعاً هي كذلك متابعة وفية لهذا البرنامج جزاهم الله كل خير وكان حبها الخير هو ما دفعها إلى المشاركة في هذا البرنامج أو في هذا البند اللي هو سقيا الماء جزا الله كل خير الدير هذا البئر صدقة يعني ساهمت في هذا البئر يعني كان صدقة لها وعلى زوجها وأولادها وتقول دعوالي الله تبارك وتعالى ونقوله كامل جزين إن شاء الله بالصحة والرحمة لزوجها والحفظ والصون لأبنائها وأولاد بناتها ويبارك لهم ربي عز وجل في أعمارهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل كل ذلك منك وانتوما زوج إن شاء الله تبارك وتعالى أختي تعبو مرداس وأختي صليع تاع البويرة أنا ندعو لكم وكامل نسا يتدعي لكم وحتى الحوت في البحر يدعي لكم حتى النملة والله النملة تمشي على اللرض وتدعي لكم ولكن مع هذا زيدوا شوفوا البير التاعكم بعينيكم وشوفوا كامل الناس اللي يدعو لكم وأسأل الله أن يتقبله منكم ويكون صدقة جارية بعون الله تابعوا متواجدين اليوم في ابتدائية بورحلي الأخضر من أجل تدشين هذا الخزان المائي اللي يستفدوا منه أطفال المدرسة والساكنة سعادة جدا بالمشروع هذا الفضل بعد الله ربي سبحانه لبرنامجه فعاله الخير اللي مشرف على مشاريع سقية الماء ونشكره من خلال البرنامج المحسنين والمحسينات اللي داروا ثقة في البرنامج وداروا البرنامج دار ثقة في الجمعيات اللي راها فاعلة شرفتونا ونورتونا اليوم في هذه المنطقة أغلبية أولادنا مرضى معلاباناش من المرضى وهي من السيتيرنات بس كل السيتيرنات ما يتنقاوش قاع من اللي داروا فيه من ما ما تنقاوش والكالكاغ والصدا هذك هم يشربوا فيه أولادنا ويطيبوا منه وفهمتهم والحمد لله مع افعلوا خير برنامج افعلوا الخير لا لا الحمد لله عاونونا وورا نسعاوا باش نبنوا في كل مدرسة ندروها شاطوا هاتي الخزانة تعليم المناسبة عم يجلل هو اللي يمنح القطعة على الأرض هذي للمجمع الصحي وللمدرسة وللمسجد احنا جيناباش نكرمو ونكرمو وليدو ورب يجازيهم ان شاء الله على هاد الخير اللي راهم يديرو فيه رب يحفظهم ان شاء الله حتفضل خوية يوسف الحاج ادعينا دعوة للخير ورب يجازيك الخير ليدرتو احنا زدنا كملناها بهذا الشاطئ وليدتنا وان شاء الله رب يتقبل ودعينا معاك ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظ كمو يحفظوا ولدات كمو هذا مكان رب يشطركم ماذا ما كملوش الأبر بتخلقوش معنا كذلك البيئ رقم 112 في نفس الولاية في الويت البويرة وكذلك له ما له من المنفع العامة في هذه المدرسة للطلبة وحتى للجوار يعني ما قعدناش غير في المدرسة وإنما خرجوا الحنفيوت المحتة في الجوار طبعا هذا البيئ درته هذا المحسنة الكريمة لها قصة جميلة هذه فاطمة من العاصمة ربي يحفظها إن شاء الله ويطول في عمرها ويرحم يعني كانت متابعة طبعا البرنامج وزوجها ربي يرحمه زوجها كان يلايم في المال بش يدير معنا بير كان يلايم ولكن بداي لايمي 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 لايم جات واحد الليلة 30 ديسمبر 2022 يعني 30 ديسمبر 2022 جمع لك الموت تخلي عليه أدى الأمانة توفاه الله تبارك وتعالى ومن بعد الزوجة الوفية منساتش المشروع تعرجلها حكمت هاداك المال دساته وزادت بدات تلايم بالمئة ألف وبالمئتين ألف وبالشي اللي يكتب لها ربي تبارك وتعالى باش تكمل العهد تعزوجها وكان الأمر كذلك والحمد لله رب العالمين وجات العدنة في شهر فيذري الماضي وكانت دموع والله دموع يعني كما زادت حكاتي الأخت دموع يعني ما فرقتهاش للزوج التاحة لأنها كانت تحبه وكان معمر القلب التاحة فحست بهذه الفرقة ولكن بهذه الصدقة الجارية حست كأنها عودت لتأمة الأرواح التاحهم من جديد جزاها الله كل خير هذه الزوجة الوفية نقول أولا نسأل الله أن يتغمده برحمته وربي يحفظك إن شاء الله ويعطيك الصون والوالدة كذلك والبنت سارة التي تعمل طبعا على بالي بما سارة بنتنا هي إطار كبير يعني محامية ورهي يعني في مجال القضاء وكذا وقالت لنا أي حاجة تعمل ما كانش واحد مغبون زوالي مسكين مغبون ولا وتليس حق مرافعة ولا دفع ولا راني هنا نقولك بنتي سارة ربي يحفظك إن شاء الله ويبارك فيك ويوفقك إلى كل خير وعندك أم هاكذا والأب لو كما كانش هاكذا ما يجيبكش انتيا وما يخليش هاد الأم اللي يديله هاد الصدقة الجارية الصدقة الجارية هذي شوفوها بعينيكم وتبعوها وشوفوش على الناس اللي تدعي لكم الله تبارك وتعالى موسيقى موسيقى الحمد لله ما يخدمون نشاط هذا ولا المصالح للشريب الحمد لله ونشكروا هذين الناس اللي ساهموا إن شاء الله رب يجزيهم نشفروكم إن شاء الله قاعكي مراكم وهذا المحسين إن شاء الله ربي يجعل لفزهم الحسنات الحمد لله اللي ربي وفقنا أولا ربي وفقنا لهذا المشروع إنجاز سقيا سقيا ماء وثاني نشكره المحسين اللي يعطانا وعاوننا بلحقنا لهذا المشروع اللي يرانا وصلنا له الآن المشروع يتمثل في خزان كبير ساعة نتاعو 28 الفريتل فريتلة تعمى وعيون ثانية تعمى أيضا يعني الله يبارك على شكل ميضة للأطفال يعني فرحوا فرحوا فرحة كبيرة ميساحة خضرة أيضا وإن شاء الله ربي يجازيهم هذه المحسينين اللي عاونون ووقفهم معنا والله ما تصوروش الفرحة اللي فرحوها الأولاد وأصحاب المنطقة هذه لأنها منطقة ناعية والله يبارك إن شاء الله ربي يجازيهم إن شاء الله إن شاء الله نكون وزدنا إضافة درنا إضافة ولو يعني وقفنا وعاوننا وهذا الشيء بفضل المحسينين نشكروكم إن شاء الله أعوام كنا عانوا من نقص الماء كنا في سهاريش تعل الحديد هذه سماك الماء موشن صالح للشر والحمد لله بعد ما الموشن هذه تبرعتنا هذا البيئر يعني ما شاء الله وللما صالح للشر وللأطفال يستعملوا المراحل في أي وقت سمن ما متوفر وكما ركما تشوفوا المساحات الخضراء وأن يلعبوا الأولاد وأن الشغل يرتاحوا والحمد لله طبعاً من المدرسة والتعليم لاستقبال المستقبل وإطارات المستقبل كذلك إلى بيوت الله تبارك وتعالى حيث تعمر بالسجود والركوع والدعاء والتسبيح بيوت الله تبارك وتعالى اللي في أمس الحاجة إلى العناية والرعاية لضيوف الرحمن ضيوف ربي تبارك وتعالى فواحد المحسينة معنا طبعاً هذا البير رقم 134 دائماً في البويرة محسينة حليمة من العاصمة تحب والدها وخمت فيهم يعني خمت فيهم غيرت تعملهم الكونت عند ربي عز وجل هما مات ورهم في التراب وش الدير قالت لابد أنني أنساهم في هذه السقية الماء وتواصلت مع البرنامج وفهموها العملية هذه اللي رهي في البويرة أنه البير موجود وإحنا ما درنا إلا اللوازم وكل مسلزمات لتوزيح هذا الماء بلس لشاطو دو هداك يعني كل الأمور اللي باشي وصل الماء للمسجد وللي خارج المسجد كذلك بيعون لي تبارك وتعالى فدارت على جل والدها صدقة جارية عليهم لأنها تقول أنهم تعبوا عليها ونغبنوا عليها وضحوا عليها رحمة الله تبارك وتعالى عليهم ولما تصد بها الأخت اللي مكلفة بالأبار قلتها بقالك واحد المبلغ يعني من المال تاعك وين ديره فساهمت به كذلك في دار اليتيم بولاية وهرن اللي اليوم الحمد لله على أيام إن شاء الله وتشوفوها تدشن بعون الله تبارك وتعالى فنقوله نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيك العمل الصالح وطول العمر والبركة ورب يرحم الوالدين اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة واجعلهم في جنة الفردوس الأعلى واجعل هذا العمل في ميزان حسناتك يوم القيامة ولكن ما تروحيش حتى وبعد الدعاء شوفي البيرتاك كيفاش داير وشكون يدعو لك وكامل الناس يدعو لك بعون الله سبحانه وتعالى تابعي موسيقى بمناسبة إنجاز هذه السقية أتقدم بكل الشكر والعرفان لهذه المحسنة وأطلب من الله العالي القدير أن ينزقها في أموالها ويزدها ويزدها أموالا كثيرة طائرة بما أنها قامت بهذا الإنجاز العظيم والذي يساهم بصفة عامة المرة من هنا الطريق الولائي صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوهل هذا المشروع ربي يجزيهم بالخير ربي يزيد في أعمالهم الليل يجعلها حسنة من حسنة طيبة اللهم ربي يجعل الخير في هذه الناس اللي يرحب داروا هذا المشروع ربي يجزيهم بالخير ويجعلها حسنة nastrojek حسنة طيبة إن شاء الله موسيقى موسيقى إذن هذا كان البير كذلك في ويت البير ما زال ما خرجناش من البيره واش بيكم الناس البيره حابين تخلوا نعمتكم طبعا كذلك هذا وحد الإنسان يعني منذ الصغر هذه مرأة يعني كانت تتمنى هي ورجلها يعني كانوا يتمنوا أنهم يديروا مشروع من هذه المشاريع تع السقية الماء لأنهم عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صدقة انسقية الماء فبداوا يعني المشروع هذا وينتنقلوا من هنا لهنا ويحاولوا كانت أمني في راسهم جاء الوقت وينتوفى هذا الزوج رحمة الله تبارك وتعالى عليه وهذا كان طبعا كان مختارب يعني كان مهاجر فرنسا وبدأت هاد الزوج جاء تجري من البلدية لاختام البير والخوهر كما عارفين البيرويات باش نجروا وشعا نجروا باش تجيب هذي كلمين حتى عرجلها تع فرنسا فأول ما طاحت المال طاحت في يدها جاء تجري باش تدير هاد الصدقة الجارية على الزوج تاحها رحمة الله تبارك وتعالى عليه فنسأل الله تبارك وتعالى ان تكون صدقة جارية عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه وديروا في راسكم بأن المال الصالح والمال الحلال والذرية الصالحة والزوجة الصالح هما اللي ربي عز وجل يجعلهم هذه الخيرات أنهم يتنافسوا فيها باش يقدموا الخير لبعضهم بعض أما الإنسان اللي ما يكونش في الخير ولا في الصلاح ولا في الحلال الله سبحانه وتعالى أنا أقول لكم شعمر ركالي يغضي برح بمئة مليون وما يقدش يمد مئة الفيسة بالله عز وجل لهذا الأعمال الخيرية أو الباباه اللي يماه فذلك فضل الله على نفسها وعلى زوجها وعلى أخوها وزوجة بابها سبحان الله يعني خمت في مرث بابها ما يشموها جزاك الله كلها خير وختي الكريمة وهيبة من بومردس اللي ركي تشوفي طبعا الأسمة تاعك وكان واحد الحاجة يعني طبعا هي قالت نترك لك الدعاء أنا دائما لما تركوا لي الدعاء نقول لكم اللهم جعلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني على صور المتقابلين مع الصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ولا يرزقنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة والله يجيبنا تاني احنا من الذرية من يعمل على يسعادنا في الآخرة ولكن الشي الجميل هنا عندها واحد البنوتة التاحة واحد البنية يسموها أشواق عندها خمس سنوات ولكنها متابعة للبرنامج ما تطلقوش تخيلوا سبحان الله فبنيتي أشواق ركيهنا أشواق ربي جازي كل خير إن شاء الله وتكوني تاني تيا كيمة الوالدين تاعك وكيمة الأجداد تاعك بعون لي تبارك وتعالى وربي يتقبل مننا ومنكم بعون الله طبعا ما نخليكم اشتروحوا حتى تشوفوا البير التاحكم وتدعوا ربي عز وجل ويدعوا لكم الناس كامل بالهد الخير إن شاء الله يوم رانا هنا في مدرسة ماذوي رانا مع مشروع سقيا الماء برنامج وفعلوا الخير في قناة الشوروك نشكرهم على هذه المساهمة هذه جمعية أصدقاء المريض بعد تلقي النداء من المجلس الشعبي البلدي ومدرسة ماذوي على أن ندرهم خزان الماء بسبب أنه كنا ندرى شوية عن المال هنا وكما نقوله إحنا سيتيرنا لتالحديد لدي شوية أمراض للأطفال لبينا النداء وتصلنا ببرنامج وفعلوا الخير مؤسسة الشوروك نشكرهم على الوقفة تاعهم معنا ومن هذا المنبر نشكر المحسنين اللي ساهموا في هذا المشروع نقول لهم في ميزة الحسنة بتاعكم إن شاء الله إحنا الهدف تعنا ديما نزيد اللي ما يقدرش يزيد ولا يخليها كما راهي كما نقوله إحنا إن شاء الله إحنا يوفقنا ربي هذا المشروع الثاني هنا في القويرة ومازال عندنا مشاريع إن شاء الله والهدف تعنا كما نقوله إحنا نزيده ديما الإضافة نزيده ديما اللمسة هنا درنا وخزان ماء درنا لهم سبالات لعابر السبيل للتلاميذ للمعلمين درنا لهم مكان مساحة خضراء للعاب للأطفال الحمد لله وكما قلنا نعاود ونكررها نشكروا برنامج وفعلوا الخير ونشكروا المحسيني اللي ساهموا معنا هذا وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله أعيد الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنشاء أولا خزان المياه ثانيا ملعب جواري صغير أرجوحة حلفية المياه داخل وخارج المدرسة والشكر الجزيل إلى أصدقاء المريض لودي بردي حصة بعض الخير شوروك تيفي وبلدة ودي البردي من رئيس البلدية إلى الأعضاء وشكرا جزيلا للناس المحسينين الذين ساعدونا من بعيد أو من قريب وهذا ليس بكثير على أبنائنا الصغار عجبني في الأخير رفرفة العالم الوطني وربي يرحم الشهداء بيعوني تبارك وتعالى إذن البويرة نخلوها الآن مع هذه خمسة على الآبار خمسة على المشاياة على السوقية الماء نقولكم جزاكم الله كل خير أهل البويرة جزاكم الله كل خير مدراء المداري جزاكم الله كل خير إمام المسجد وخاصة أخي ياسين والجمعية تاعة كأني أصدقاء المرضى جزاكم الله كل خير وليشفتوا لا لاحظتوا هذه الجماليات يعني في العمران هذه اللي درنا على الآبار والجماليات والأمور هذه هذه الفين الجميل ما تسقسونيش لأنني أعشق الجمال وخاصة جمال بلادي ونريد أن نسوق لهذا الجمال حتى في بيرلي إذا حفرنا أو في شجرة إذا غنسناها أو في مسجد إذا ابنناه لابد أن نترك هذه اللمسات الجمالية والتزينية لأن الجزائر بأمس الحاجة إلى ذلك إذن شكرا لكم يا أولاد البويرة ومازال معنا إن شاء الله مشاريع أخرى بيعون لي تعالى شتة في شتة المجالات رب إن شاء الله يخلينا نمشوا مع بعض ونبنوا كثير من المشاريع لهذا الجزائر طيبة مباركة الآن طبعا نمشوا الولاية وحدة أخرى طبعا في الشرق اللي هي ولاية خنشلة تحية لكل أهل خنشلة رب يحفظكم هذه الولاية درنا فيها الآن مشروعين يعني مشروعين تاع يعني سقيا مشروع سقيا الماء كذلك هذ الناس كانوا مساكن مغبونين ما كانش كاين الماء احنا طبعا ما ندروش هذه المشاريع إلا في الأماكن اللي يحتاجوها يعني ما نشين ناس ما نقصوش الإيفري في البحر نشوفوا وين أماكن ما عندهمش الماء مغبونين في الماء نعاونوهم إن شاء الله ونديروه باش أنتم المحسين المحسينات تفرحوا وتساعدوا بهذه المشاريع اعتعكم لي ما تروح طبعا هادرا بعوني لي تبارك وتعالى عدنا البئر الأول هذا البئر الأول خنشلة في خنشلة هو رقم 100 فيه المحسينة من سمعين يختي المحسينة من درقانة اللي ما حبيتيش باش الاسم التاعك نديروه ولكن درتي صدقة جارية عليك وعلى زوجك رحمة الله عليه وعلى الوالدين ووالدي زوجيها ولكن معيوي عايطولك بالهاتف ما رديتيش لياركي تفرجي أتاصلي بينا جزاك الله كل خير المحسينة تعدرقانة اللي عندك البئر رقم 100 في خنشلة ما قدرش يتاصلوا بيك اتاصلي بينا جزاك الله كل خير وطبعا ربي يتقبل منك هذه الصدقة الجارية ويجعلها في ميزان حسناتك عليك وعلى الزوج الكريم وعلى الوالدين وعلى والدي الزوجة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين كذلك عندنا المحسين الثاني في خنشلة في هذا البئر اللي هو رقم 100 اللي هو المحسين بالقاسم من الشرقة صدق عليه وعلى زوجته ووالديه وأولاده هو طبعا دائما نقوله متابع وفي لهذا البرنامج جزاك الله كل خير هو زوجة تاعه والحاجة خيرة مش عابنا بيقوله الأخي تحب الشيخ فيزازي أكثر عقلت عليك تقول تحب أكثر من ولدها واحد المرة جاني واحد الإنسان شاب للمكتب وقالي الشيخ راني حازدك قلت له وشكاير يا سيدي قالي والله العظيم عندي الوالدة تعي تحبك كثير مني قلت له استغفر الله العظيم طبعا لما شفت بعد هذه الوالدة وتكلمنا معها مش إحنا مش إحنا والله ما إحنا أنا قلت هذه الكبارات عندهم الفطرة سليمة والقلب صافي تخيلوا واحدة عندها تسعين عام سبعين عام ثمانين عام ما عندنش حسابات وحد أخرين إذا أحبت حاجة بل عرب لي خارجة من الفطرة التاحة ولهذا أنا جد وسعيد بيحبكم لهذا البرنامج الكبارات والكبار والله ربي يحفظكم جزاكم الله خير أنا اللو اللي نفرحان لأنكم ما عندكم مش آثار وحد أخرى من خلال هذا أنتو ما جاءت حاجة دخلت لقلبكم شفتوا حاجة حبيتوها فعلى بركة الله تبارك وتعالى فجال عندي ربي يحفظها إن شاء الله وقال لي هذه الكلام وكلامها طبعا في المزل إلا على الشيخ طبعا نتكلم علينا ما عليش إحنا على البرنامج وعلى الخيري اللي نفع في هذا البرنامج فندعو لها الله تبارك وتعالى أولا أنتي الحاجة ربي يطول في عمرك إن شاء الله ويصلح لك أعمالك ويحفظ لك الذرية تاعك يا رب العالمين والوالد الذي أحضرهم للحصة وكان خير سند لهم في الليل ونهار ربي يحفظها إن شاء الله ويحفظ له هذه الذرية الكريمة المباركة هذا الصدقة الجارية درها هذا المحسن بالقسم مشرقة صدقة عليه وعلى زوجته والوالدين وولاده فربي يتقبل ويجعلها إن شاء الله في ميزان الحسنات يوم القيامة بيعون الله تبارك وتعالى ولكن يا أخوة بالقسم ويا أختي المحسنة تعدرقانا ما تروحوش حتى تشوفوا هذا البيرت تاحكم وتقدروا تروحوا تزوروه وتقدروا تشوفوه وتفرحوا به بيعون الله تبارك وتعالى تابعوه ترجمة نانسي قنقر رحبا بيوم في دائرة ظلعة رحبا بكم بزاف والحمد لله راكم جيت وشفتوا المعاناة اللي نعانيوا بها في الماء وخاصة في فصل الصيف ونشكر جماعة اللي قائمين بهذا المجد والله كثر خيرهم ربي يجود عليهم إن شاء الله ربي يتقبل عليهم إن شاء الله بالخب والحسن وربي يعطيهم مجد من نوع نكروا المحسنين اللي نحاوعين هاللغبين هذين تعلماء رو نقص شي كبير ونشكر ونشكر خاصة خاصة المحسنين اللي شاركوا في هال المشروع هذا قناة الشروق وبرنامج فعلوا الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون هذه كلمة ما شاء الله هي مكورة في القرآن الكريم لذلك أشكر كل من ساهم وكل من حضر في هذا الموقف وفي هذا المكان وفي هذا اليوم المبارك لذلك أشكر هذه الجمعية وفعلوا الخير وجمعية أياد الخير بلدي تعين طويلة وخاصة القناة الشروق التي تبث وتنشر هذا الفعل هذا العمل الخيري من أجل ماذا؟ من أجل إدخال الصرور والفرح على الناس ومن أجل سقيا الماء لذلك نشكر كل المحسنين كل من ساهم من قريب أو بعيد ما زلنا في خانشلا؟ ما عن نحب الجزائر والله كل الولايات جميلة كل أهلها نس ما شاء الله الشعب الجزائري رائع عندها تضاريس كل وحدة وبلاصة تشوف الصحراء تشوف الغابة تشوف البحر تشوف الهضاب حتى الأكولات حتى الأكولات شخشوخة تمراصط مش كيمة تعمل المسيلة مش كيمة تعمل قسنطينة الله أكبر والله الحمد الله جات فأنا في هذا البرنامج لما جولت في هذا الوطن العزيز حبيت كثير بلادي وحبيت شعبها ربي يحفظهم إن شاء الله تبارك وتعالى فهذا كذلك البيع رقم 90 من خنشلة دارها المحسنة بن عنطر مليكة داتا صدق عليها وعلى والدها بن عنطر فاتح رحمة الله عليه هي متابعة للبرنامج جاءت عدنا الحمد لله وهي في حالة صحية جيدة سبحان الله عقلتك الحاجة ومينتي روعة ربي يبارك فيك إن شاء الله هذا المرأة ما نقولش عليها لأن ندخلنا الاسم التاحة بنات مسجد وحدها بالملايير لا أقولش عالم المليار بناتها وحدها إن مرأة تع خير لما تشوفها تشوف الخير يمشي بين الناس ولكنها مرأة فحلة درقازة لما تتكلم تعمل لك يعني عقلك وتعمل لك قلبك وهذا وكاينين في الجزائر الله الحمد للمن الحاجة بن عنطر مليكة ربي يحفظك ويجازي كل خير على هاتشي ركي تدري فيه ركي تقدمي فيه وربي يرحم الوالد رحمة الله تبارك وتعالى عليه لحد الثنين حكيتين عني كثير ربي يرحمه برحمته الواسعة فركم ريضة الله يشفيك ويعافيك أسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر السقامة اللهم شفيها شفاء لا يغادر السقامة وأطل في عمرها وأصلح لها عملها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولكن مع المرض مسكينة وجاية هكذا وحبت تشوفنا فنسأل طبعا لما تقول تشوفنا حبت تشوف الخير فأنا كذلك شفتك وحبيتك ومينتي وربي يجمعني وإياك الوالد في جنة الفردوس الأعلى إنه على ذلك لقدير ربي يعطيك صحتك ويعطيك العافية إن شاء الله والقابول والفوز بالجنة ولكن مع هذا الحاجة مالكة شوفي بيرتعك كذلك باشت إن شاء الله تتمتعي بالآجر وبالثواب وبالدعاء تعالناس لك إن شاء الله أنا اليوم رأنا قدام مسجد البدر المسجد اللي استفاد منها فورا ومن خزان كثر خير أهل الخير المحسينين وقناة تفعلوا الشوروك برنامجه وفعلوا الخير كان عندهم وساهمة كبيرة في بلدية عين طويلة ومعظم مناطق الظل هنا عندنا استفدنا من خلالهم من ثمانية مشاريع خزانات وتهيئة الحمد لله تمت 26 مشاريع ما زالوا زوزرهم في طور الإنجاز قد ما نشكره وقد ما نوصفه ما نقدروش نوصفه الحمد لله الحمد لله هذا من فضل الله وفضل المحسينين احنا كأعضاء جمعية أيدي الخير عنا ألاف طلابات يعني شافوا المشاريع وشافوا الإنجازات وعجبهم الحال وأكيد شيء يفرح ويستفادوا منه الناس نتمنى ما تكونش آخر المبادرات بارك الله وفيكم ورحم موالديكم كل المحسينين ورب يجازيكم كل الخير إنجاز يعني للعمل من تصميمي والإنجاز من الأخ الصالح ألوان يعني حتى هو اللي قابل من جهود جبار ومشكور كذلك ومعانا الأخ ثاني فهيم حتى هو كان عنده لمسة ومشكور كذلك ويعني الشيء المميز في هذا العمل أنه تدمجوا الفن مع المشاريع وإن شاء الله تستمر هذا الخطوات إذن رحنا للبويرة عودنا مشينا الخنشلة والآن رح ينتوقفوا معاكم شوية ونعودوا نرجعوا ما تخافوش نرجعوا لكم إن شاء الله ولكن بعد هذا الفاصل ما تبدلوش لشان موسيقى إذن من البويرة رحنا الخنشلة في قاعدنا في خنشلة عجبنا واحد البيوس شباب مولا شوفير رازن لا بسم الله إذن الكسكيتات على شوفير ويبان تقيل ما يجريش هيا قلنا هذا نروحوا معاها إن شاء الله للبرج بوعريريش عدنا غير بير واحد في برج بوعريريش طبعا برج بوعريريش هذا البير دموا عاناة كبيرة لأنه حفرنا منطقة صخرية في الحمرة هذه منطقة الحمرة في المنصورة وهذه منطقة الصخرية لما بدنا نحفره تكسر هذا المارتو تحت هذه الماشينة التي تحفر يعني تعال من بعد ردمنا هذا المكان ودرنا مكان آخر وجبنا يعني حفارة قوية بهاديك يعني حفارة قوية وتكلفتنا بأموال يعني كبيرة هذا البير هذا زائدة طبعا زيادة على الحفير والتيوباج والبومبا والتريسينتي إلى الخزان ولكن اليوم الحمد لله رب العالمين كامل الناس هدوا رهم يسفادوا بعون الله تبارك وتعالى طبعا هذا البير فيه ثلاثة المحسنين يعني اللي قلت لكم يعني لما كان يتكلف كثير يعني فنديروا ثلاثة ربعة خمسة محسنين مرات فعدنا المحسنة هذه فوزية من شون بيري آه طبعا الحمد لله أختي ابطينا عليك وكنت هنا وردي لك هنا وكذا قدر الله ما شاء فعل الركية عاقلة جيتي اللي عندي تلاقيت بك في باري زي فطي البنت تاعك ربي يحفظها لك إن شاء الله ويوفقها ونقولك آراني هنا نقولك سمحين على هذا كامل هذا الوقت اللي خذيناه منك أنت أصلك من ميلة بنت ميلة الحرة ولكن نقولك اليوم والحمد لله جاء المولودة تاعك الحمد لله وكاين هذا البيري ركي فيه رائع وما شاء الله عليه ربي يحفظك إن شاء الله طبعا هذه أصلها من ميلة متابعة على البرنامج صاحبة خير كبير منذ القدم وشاركت في حفبي طبعا درت بير تاني في أندونيسيا صدق على الوالد التاحة وزوجها واليوم حفرت بير في ولاية هذا هو صدق عليها وعلى والديها وزوجها وأولادها نسأل الله تبارك وتعالى النجاح والتوفيق لأولادها هم على عتبة التخرج طبعا واحدة تلاقيت بيها يعني نظن هي ديرا فغماسي ربي يحفظها لك إن شاء الله يعني باش تكون سيدة لي وابنها وكذلك مفتش تجاري في فرنسا والصلاح والثبات على الدين والفوز بالجنة يا رب العالمين الله يصلحهم لك جميعا والله يوفقهم إن شاء الله وفي بلاد الغربة إن شاء الله يقعدوا ثابتين على دين النبي صلى الله عليه وسلم وربي يفرحك بهم وينفع بيك الخير إن شاء الله في هذه البلاد التي عندنا رقمتهم وتموا وتخموا على هنا إذن يعطيك الصحة أختي وبارك الله فيك وتحية بنات ميلا العظيمات عندنا كذلك في هذا البير محسينة ثانية أو محسينة ثانية اللي هو فريد هذا فريد من سطيف طبعا هو موقيم بفرنسا البير صدق عليه وعلى زوجته رحمة الله تبارك وتعالى عليها أو يعني المهم البير عليه وعلى زوجته وقال لي الدعاء دبر راسك قال لي دبر راسك شيخ إذا أنا واش نقول لك أخي فريد يا ربي يا أرحم الراحمين تجمعني معاك ومع الزوجة في الفردوس الأعلى معلش إن دخلت روحي باطلة إن شاء الله في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجعل هذه صدقة جارية إلى يوم القيامة وإن ما وحد يشرب ولا يتوضى ولا إلا ولك منها الأجر الوفير بعون الله سبحانه وتعالى عندنا كذلك المحسينة الثالثة في هذا البير اللي هي المحسينة العارم من سطيف سطيف رهى اليوم بقوة طبعا هذا الحاجة سبحان الله العظيم يعني باتت ديك الليلة باتت قاعدة ولما باتت قاعدة فترة انت عربعت على الصباح قالت لولدها يلازم الآن تديني للعاصمة باش نتلقى معها في زازي مع هذا العبد الضعيف الله عز وجل فوجابها مسكينة والله ما رقدت ووصلت لعدنا من سطيف على الرابعة على الصباح يعني جات حتى تشوف نوت سلم الأمانة تحها باش تساهم في بير من الأبار وهو اليوم الحمد للحاجة هذا هو البيلي ركي مساهمة فيه جزاك الله وكل خير ربي ان شاء الله يجعلها صداقة جارية عليك وعلى الزوج وربي يتقبل منك ان شاء الله ويعطيك الشفاء ويعطيك الرحمة ويعطيك العافية ويطور في عمرك ان شاء الله ويصلح لك الذرية بعون الله تبارك وتعالى كما لكم فيه ثلاثة فوزيات وخويا فريد والمحسنة العالم من سطيف كامل شوفوا ان شاء الله هذا البيرت تاعكم ثم ادعونا ربي وكامل الناس يدعوكم بيعون دي الله تبارك وتعالى اشتركوا في القناة الحمد لله اننا نعمنا بهذا الشي اللي رزقنا ربي به من الخير تعالى مطر نجيتونا وتشرفتونا ونطلبوه ان شاء الله من المحسنين يكملوا في الاحسن متاحهم وهذه بشرة خير ان شاء الله من عندكم جيتوا لنا كجمعية فعلوا الخير ومازال الخير القدام ان شاء الله وبرك الله فيكم واهلا وسلياركم في قريتكم ومعكم مع اولادكم ويكتر خيركم وبرك الله فيكم نستكتروا خيركم واهلا وسهلا في القرية انتعال الحمرة واحنا محتاجين والله غالبوا وقرية انتع مجاهدين انتعالي اللي جاهدوا واشنو ما اماتوا خاوتنا من 75 ترس في الرفرف واليوم قرية انتع مجاهدين وانتو مفعلتو الخير جيتوا اتعمروا البلاد هذه تبارك الله فيكم ويعطيكم الخير ولا يكثر من نسائكم وانتعالي اللي جاهدوا في ظرف وجيز والحمد لله قدرنا باش نحفروا هذا البيئ الارتوائي والحمد لله الان كان كمية معتبرة من المياه فشكر الجزيل اولا اهل القرية رجالات القرية نساء القرية اللي وقفوا معنا وساعدونا وسهروا معنا وتعبوا معنا اللي طعمنا واللي سقانا واللي الكل شكر الجزيل للاهل القرية مرة اخرى وشكر الجزيل لخوتنا وخوتنا باتولو وخوتها واخوانها اللي بقوا معنا على اتصال حتى نتمين المشروع والحمد لله فالمشروع الان ره تم وتم الحفران تاع حوالي 130 متر الان حوالي سيعا تاع المحاولي ثلاث لتر في اليوم وفيها امل بعد ما يكون تكون امطار وتكون تنور حجافة يكون الكمية اكثر هذه الكمية بالنسبة لنا للمسجد والعابر والسابيل والأهل القرية كمية ان شاء الله تكفي وهذه الكمية ان شاء الله يجعلها ربي في كافة حسنات الجميع هؤلاء المحفينات والمحفينين الحاضرين منهم الغائبين ربي يجعلها ان شاء الله هذا المشروع فدقة جرية للجميع اذا ربي يتقبل منكم كاما ان شاء الله ويجعل هذا في ميزال حسنات تتاعكم كذلك من يعني من هذا المنطقة التي كنا في برج بوعدريج نعاود نروحه تاني نركبه تاني لقد نخيره وين نركبه اما طاكسي ولا البيس نخيره يكونوا ناس عاقلين وما يدوج لها فيتاس وما يدوج لها في الفيراجات باش هكذا ان شاء الله نوصروا بي سلام اذا رحنا لمسيلة درنا زوج تاع الآبار طبعا كنت فيهم حاضر تحيير كل اهل المسيلة جزاهم الله كل خير سواء في عائل الخضرة ولا في جبل المساعد يعطيهم الصحة جزاهم الله خير يعني في هذا المكان الرائع يعني في هذه البلديتين في ولاية المسيلة درنا زوج تاع الآبار اللي شاركوا فيهم هذي المحسنين على التوالي طبعا في جبل المساعد انا حرت في هذي الناس في جبل المساعد الكرم والضيافة وحسن الاستقبال والخير اللي عندهم سبحان الله ما شاء الله عليكم والشيخ حمزة وكامل للناس اللي تمها السيلحوسين روحنا مروح للحج كامل نحييكم بارك الله وفيكم اذا في محسنان من سطيف التقت بي الحمد لله في ولاية سطيف هذه الحاجة صدق عليها وعلى جدها ووالدها وزوجها وهي متابعة وفية للبرنامج عندها خمسة وسبعين سنة وتلاقيت بيك الحاجة وما تنسينيش بالدعاء التاعك الدعاء لها طبعا بالشفاء والرحمة للوالدين وتسهيل الأمر الله يسهل لك أمورك ويشفيك ويعافيك ويطول أمرك إن شاء الله تبارك وتعالى عدنا المحسنة الثانية محسنة ماليكة هذه محسنة ماليكة مصطيف البير صدق عليها وعلى والدها فريحت كثيرا لما ساهمت في هذا البير وقد التقت بالشيخ فيزازيس صدفة داخل مطعم نعم صح تلاقينا في ريستورون يعني هكذا بالصدفة فاربي يحفظك إن شاء الله بجزاك الله وخير يعاقل لك المليح تقول عند رؤيتها له بقية مدة يعني أنا نظن كما قلت لكم يعني هذا العبد الضعيف مش هو وإنما رمز للخير فبتالي إنسان يكون يحب الخير يحب يشوفنا يحب يتلقى بنا وإحنا ربي نقول له الله يلقينا في الدنيا وفي الآخرة بيعون الله تبارك وتعالى الدعاء يدعو لها كما يريد فنقول لك أختي ربي يجمعنا وإياك في الجنة وربي يحظك ويبارك فيك إن شاء الله وكثري من هذه الخارجات للريستورونتية والعائلة والزوج الكريم مليح بزاف يطعموا يطعموا يديروا الصيروم للحياة الزوجية ربي يحفظكم إن شاء الله ويدوم هناكم بيعون الله تبارك وتعالى عدنا كذلك في نفس هذا البير محسنة ثالثة لهي الشريفة عمرها 77 سنة منذ وفاة رجلها جمعت كل ماله الذي حصلت عليه من منحته تع فرنسا سبحان الله وكانت جد سعيدة لما التاقت بشيخ فزازي وسلمت له مجموعة من الذهب كما ساهمت في دار اليتيم بوهران فنقول لك الحاجة الشريفة ربي يجزي كل خير وبارك الله فيك ونسأل الله أنه إن شاء الله يلاقينا في الجنة بيعوني تبارك وتعالى فأنت ساهمت في هذه البير وساهمت في دار اليتيم كذلك لها إن شاء الله أنا قريب ندشنوها بيعوني تبارك وتعالى خادمة لعشرات بالمئات من اليتامة تدريسا وتحفيظا للقرآن ومتابعة ورعاية إلى غير ذلك فجزاكم الله كل خير نطلبو لك الدعاء بالشفاء إن شاء الله والرحمة للزوج والدعاء لبنتها بالهنى والصلاح للأولاد ويجعلهم إن شاء الله ذرية صالحة وتيسير الزواج لوليدها ولم شمل العائلة الله يجمع شملكم كامل يا رب العالمين في محسينة كذلك رابعة لويزة عوادي لويزة عوادي متابعة وفية لبرنامج وتطلب الدعاء من الشيخ طبعا نسأل الله تبارك وتعالى يجعل هذه صدقة جارية في ميزان حسناتك ويجمعنا وإياك يوم القيامة في جنة الفردوس الأعلى هذا هو اللي نقوله لكم الله يلاقينا مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى يا رب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عندنا المحسينة الأخيرة الخامسة محسينة من العاصمة كان زوجها حلمه إنجاز بئر على الوالدين لكنه توفي قبل تحقيق حلمه مسكين حاب يدير بئر ولكن توفاه الله تبارك وتعالى قبل هذا فنسأل الله تبارك وتعالى إذا هذا الزوج الكريم الفاضل أن يجعل هذا صدقة جارية على الزوج الكريم وإن شاء الله يجعله في روضة من رياض الجنة ويتقبل منكم جميعا ويعطيكم إن شاء الله حسن الخاتمة ويجمعكم يوم القيمة في جنة الفردوس الأعلى بعون الله تبارك وتعالى دائما دائما عندنا دائما طبعا ننزلوا شيء من بلدية يعني جبل المساعد ونروحوا للبلدية أخرى اللي هي عين الخضرة أنا دائما في وليت المسيلة في هذه عين الخضرة اللي زرناهم طبعا البيئر ما شاء الله عليه تاني ولكن هنا غادي نذكر حاجة لما مشينا لهنا باش نذكر حاجة الإنسان اللي جا حفر ربي يحفظه لما حفر قالهم هذا نحفره باطل في سبيل الله عز وجل فبالتالي هو حفره وقال لي درتها الله وعلم عن الوالد تاعي ولا صدقة جارية أنا تكلمت معه بالهاتف ربي يحفظها إن شاء الله ويحفظك لماطرية اللي رك تحفر به ربي يتقبل إن شاء الله ويجعلها صدقة جارية شكون هي هذه الحاجة اللي هو البيئر رغم 85 داتها في عين الخضرة هي الحاجة فاطمة الزهرة عمرها 81 عام أرسلت مع ابنها يعني الأمانة هذه باش الدير من شوي ذهب وشوي مال صدقة على ابنيها الذين ربي يرحمهم إن شاء الله نعم توفوا يعني زجوا ليداتها ماتوا في حادث مرور ربي يرحمهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وإن شاء الله هذه صدقة جارية لهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الجميل بالرحمة وإن شاء الله الحفظ والستر لولادها والإحياء ونتمنى باش يبقوا على السيرة تع والديهم يعني السيرة الدين وسيرة الخير وسيرة الإحسان نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك وأن يوفق وكما دعيتينا ربي إن شاء الله يتقبل منا جميعين بغيتغي نقول أخوتي وخواتي راكم تشوفوا الدغط أن ينخف بالهضرة وتعبنا غير باش نفوتوا أكبر عدد من الآبار ولكن غير ممكن يعني قلتكم خيركم سبقنا إحنا والعدد على الآبار يعني ما شاء الله عليكم ولهذا قاع الناس اللي ما زال ما شافتش الآبار تحرة عندي هنا الولايات وعندي كامل نقولكم ما تتقلقوش خاصة تحد الموسم اللي فات كلهم كاملين إن شاء الله رايحين في الأيام القادمة تشوفوها بعينيكم وتابعوها وتحبوا تزوروها وكل واحد يشوف إن شاء الله الصور بعون الله تبارك وتعالى الآن قبل ما نختم حبيت نخليكم تشوفوا بعينيكم هذا البئرين تاع عين الخضراء وتاع جبل مسعد باش تزيدوا وتفرحوا كثر وكثر ومن خلالهم غير تكملوا إن شاء الله هاد الفي تي يار نقولكم جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويحفظنا ويحفظكم ويحفظ جزائي الحبيبة لو اقتلنا تبعوا هاد الفي تي يار السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته تحيا قرى ومداشر بوجود المياه تخضر الأرض وتزهر الحقول تغمر الفرح قلوب الساكنة بقدوم المياه العذبة هذا هو حال قرى ومداشر جبل المساعد بولاية المسيلة أخيرا تحقق حلم السكان بإنجاز البئر الارتوازية رقم 64 بعد سنوات طويلة من المعاناة مع صهريج المياه وقطع مسافات بعيدة لجلب المياه الصالحة للشرب كما لهذا البئر العمق انتاعه 180 متر هذا البئر الحمد لله يعني كانت الناس المصدر يعني انتاع المياه انتاعهم الصهاريش والناس هنا يتين كاين اللي عمال يوميين يعني يروح يتحرك يجيب يقول انتاعهم لكن بفضل الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المحسنين وبفضل المحسنين الحمد لله ان هذا البئر راه يعني المنطقة هذه قسمناها الى ثلاثة اقسام الماء يوصل حتى البيوت التاعهم خمس محسنات تبرعن بمساعدات مالية لانجاز هذا البئر وعبر مؤسسة الشروق الخيرية وجمعية كافل اليتيم تمت اشغال الحفر فكان الخير اعظم واكبر مياه البئر العذبة لا تتوقف على مدار اليوم الكامل تزود كافة سكان هذه القرى بالاضافة الى المسجد وتروي ايضا عابري السبيل يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل يعسي الناس هذه البئر واننخلوها شهر او اكثر من شهر مرات البومبان ايضا متحبس يعني هذه بشارة للناس المحسنين كلهم ابشيروا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما اخبرنا في احاديث كثيرة قال افضل السقية وهي السقية الماء لهذا يعني هذه الناس يعني ما يعرفوناش ما يعرفوناش وجاول الحمد لله يعني هذا بفضل الله وبفضل امثالكم نسأل الله سبحانه وتعالى ان تكونوا مفاتيح خير مفاتيح خير واربيعيكم ان شاء الله على هذه المشارع الخيرية وهذه الناس يعين المحسنين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لهم في اعمالهم وفي أولادهم وفي أرزاقهم يا رب إن شاء الله ندعوهم الدعوة تعال درجة الشيخ درجة إن شاء الله هذه الصدقة تكون شافية في عادة في عارب العالم فبشركم إخواني وأخواتي اللي هنا أن نشوف المحسنة ملكة مصطيف صدقة عليها وعلى والدها كعلول لويزة وكعلول أحمد وعلى كل العائلة عدنا المحسنة قبور شريفة صدقة عليها وعلى زوجها المرحوم قطاف صالح وعدنا الحاجة العوادي لويزة المدعوة سعيدة صدقة عليها وعلى والدها ومعنصري الظهرة وجداتها طيبي حدة وزوجها يحيا هوام وأولادها وعدنا محسنة يمينة مصطيف صدقة عليها وعلى جدها عامر والدتها غنية وعدنا محسنة خدوجة قالم من العاصمة صدقة عليها وعلى زوجها بن سعدية رابح والوالدة زوجها رحموني يعني زوجتها رحموني مباركة ووالد وزوجها بن سعدية محمد يعني فتح هذه الأعيان إن شاء الله عليهم والأحياء رب إن شاء الله يحفظهم من كل بلو ويجعلها إن شاء الله صدقة جارية اللهم أجعلها صدقة جارية على الأحياء وعلى الأموات اللهم أكثر خيرهم اللهم تولى أمرهم اللهم ربي أولادهم اللهم يا ربي هنيهم في الدنيا والآخرة اللهم يا ربي نسألك اللهم أن تجعل هذا المعروف سار إلى يوم القيامة ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العين يعني عين خير على هذه البلدة على هذه المنطقة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان إن شاء الله وكذلك نسأل الله تعالى لهؤلاء الإخوة الكرام اللي رحم جاونا جماعة وفعلوا الخير اللي رحم يعني جاءوا تكبدوا هذا المشاق وجاءوا هذا المكان لعين المكان به يشوفوا بأعينهم يعني الخير اللي رحم يقوم به المحسنين نسأل الله تعالى أن يجعلوا في ميزان حسناتهم سبحان ربك رب الإزاة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محسنة من العاصمة رفقت البرنامج في هذه التغطية لافتتاح هذا البئر الارتوازي وشاركت فرحة السكان بقدوم المياه وما أعظمها فرحة أنه واحدة من المحسنات اللي كانوا قاموا بهذا البئر اللي حفروه لله الحم منه عن طريق بنامج وفعله خير منها هذه المحسنة خدوجة رب يحفظها هذه من المهمات العجازة لنحبوهم كثير وربي جزيها كل خير ولكن مفاجأة أن اليوم بنياتها جوا ورانا بعيد يعني من العاصمة ورانا بعادة على المسينة ب140 كيلو فراهي معنا إن شاء الله تنهية تقول كلمة بالإحساس تحوية هنا شفت الأمور وراكي فاش راهي وكذلك تدعي هي وندعوه كامل معها للوالدة ورانا قبيل دعينا لها إن شاء الله مرحبا بك شكراً سلام عليكم والله أخير فرحتونا وجينا بالفلاصة وفرحنا بزاف سلحي دي بين سخسيك ووجبك لهنا جابني باش نشوف البير لي دارته الوالدة على بابا ودارته على جدي وجدة رحمه الله قال إن شاء الله نعمل ننفذ روحي وندير هذا البير لبابا الجدي وجدة البابا هو الجدة مالا هي دارت كملت الوصية تاعه أنا إن شاء الله يكون راضي عليها والله صلاة وبابا صلاة يا ربي رحمك ويرحم جماعة الموتة وأنتم بارك الله فيكم وما طولتوا ناس تمتم قمتوا بالمهمة ونشكر ليلة تاني وجماعة افعالوا الخير وبرك الله فيكم وشكراً جزينا وشكراً أنتم ضيفتونا درتونا فطر شباب مساء بارك الله فيكم أعطيكم الصحة وهنا نجي بالوالدة ونجي نبقى بولاية المسيلة ومع مشروع حفر الأبار وسقي الماء من جبل مساعد تنقل البرنامج إلى بلدية عين الخضرة لنشارك فرحة الساكنة باكتمال البئر الخامس والثمانون بئر شاركت في إنجازه محسنة من ولاية بومرداس حاجة فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة من بومرداس صدقة عليها وعلى المرحومين ابنيها حاكيم وسفيان المدعو محمد إذن مساهمتك في هذا البير إن شاء الله جزاك الله كل خير يعني أتممتي هذا المشروع جزاك الله كل خير والله يبارك فيك ونسأل الله أن تكون هذه صدقة جارية ويتقبل الله منك وإن شاء الله هنموتوا وهي العداد يخدم عليك لأنه فيه ناس أوفياء في هذا المسجد هم الذين يرعون هذا المشروع ويتابعونه ويسقون الناس وكان بزاف ناس وكان شوية السباب الكامل منه ومنه يعني كامل الناس اللي يجي لهنا تسقي معايا الشيخ يوسف اللي هو طبعا رئيس الجمعية تعل فرح هذا عين الخضرة لكافي اليتيم يعني أنتالي كنت معنا يعني كحلقة يعني مباشرة ما بغيتك كليمة ودعينا ربي لهذا المحسن طبعا المحسنين كامل اللي يشاركوا في هذا البير رزاهم الله كله خير برك الله وفيك الشيخ بادي أنذي بدأ نقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا ومرحبا بكم إن شاء الله شاكر لكم هذا الفعل الذي تقوم به برنامج وفعلوا الخير وعلى رأسهم الشيخ بزازي حفظه الله ربي طول في عماركم إن شاء الله وربي يجعلكم دائما مفاتيح للخير مغاليق للشر إن شاء الله وأفضل صدقة هي صدقة الماء نسأل من المولى عز وجل أن يجعلها هذه الصدقة إن شاء الله في ميزان حسناتها إن شاء الله يعني فاطمة الزهراء والمرحومين ابنيها حكيم وسفيان نسأل من المولى عز وجل أن يجعلها مع فاطمة الزهراء إن شاء الله في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة جزاكم الله كل خير جزاكم الله كل خير جزاكم الله كل خير ما عدنا وبهن فيكم أكثر من هذا أردكم الله كل أخي لا يباري فيكم ما أروح هذا المشروع عندما ينجز بمحاذاة المسجد والمدرسة القرآنية وأمام القرى والمداشر والأحياء زال هم الساكن في البحث عن الماء الحياة بعد إنجاز هذا البئر عمت الفرحة بتدفق للمياه العذبة هذا البئر يبدأ ليقبل شعر فيه العمق فيه 250 متر ويعني بقى نذكر الأثمات اللي هم يعني ساهموا معنا الحمد لله والشكر هو الأخ سحنون بن حاج رابح من ولاد عمار من بلدية باركة وحفرنا البئر لله وفي سبيل الله من عنده دور ومدهش 250 متر يعني صاحب السودة صاحب السودة اللي يحفرها هو وشريكو عبد الكريم نذكروه على كل حال بالأسف والباقي إحنا نشكر كما يقولوا جمعية كافلات المعاونين لهم ثاني كانوا الأسباب من الأسباب وكذلك الجمعية كما يقولوا أعضاء الجمعية جمعية الدينية الدينية اللي هم كانوا معاونين ثاني كفر خيرهم ونشكر ثاني أهل الحي اللي هم ثاني ما بخلوش علينا ثاني كل يوم بالطعام والأكل والشرب الحقيقة هذا البئر استفاد أو ساهم فيه الجميع وسينفع الجميع البلد وكل من يعني خاصة الساكن انتاع المسجد يستفيدون من هذا الماء وخير السقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سقية الماء كل الجزائريين يحبوا هذه المشاريع انتاع خيرية خاصة الوقفية منها ربي شاء لا يتقبل منهم ودعنا أهالي عين الخضرة وجب المساعد بالمسيلة بعدما قاسمناهم فرحة قدوم المياه العذبة النقية مشروع حفر الأبار وسقية الماء الناجح متواصل ومسيرة رصد فرحة الساكنة بكل ربوع الوطن مستمر فقط عبر برنامج وفعل الخير وأوفياء مؤسسة الشروق الخيرية فدمتم كما نقول دائماً للخير عنوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر